اه نروح لصيد الكاميرا نروح لصيد عندنا اتنين صيد واتنين خربوش اول صيد كاميرا عندنا هي في الشوط التاني من مباراة بيرامدز والانتاج الحاربي مفترض لما لعب يصب فرقة تالية بتوقف اللعب وبعدين لما يجيوا يستقنى في طلع الكرة برا يستقنى في الحكاية والرواية بقى تمام فالانتاج طلع الكرة اوت لعلاج لعبه لعبة بيرامدز كانوا عايزين يلعبوا الكرة بسرعة لولا ان الحكاية موقف المباراة وبعد لعلاج لعبة بيرامدز لعبه الكرة وما قعدوهاش للانتاج زي من الروح الراضية بتقول لا هنا يا جماعة يعني صيد كاميرا ما ينفعش بكلم اصدقائنا في بيرامدز ما ينفعش الروح الراضية متقولش كده وبعدين الكرة دي لو كملناها بقى للاخر كملها جي منها الجون التاني بتاع رمضان صبح عشان كده كابتل مختار كان منفعل جدا جدا طبعا طبعا يعني اتفرج معايه قال لي بقى الكرة دي انتهت بهدف فالروح الراضية جماعة قبل اي حاجة واحنا بنرسي هذه القيمة بنرسي قيمة الروح الراضية تمام ده الصيدة الاولانية الصيدة التانية دي كانت في مباراة سيراميكا وسموح سيراميكا كيلو باترا هما بيزعلهم بقولوا سيراميكا بس لان سيراميكا كتير لكن دي سيراميكا كيلو باترا الوحيدة اللي في الدولة بمتاز سيراميكا كيلو باترا ونادي سموح صيد الكاميرا اللي عندنا طارق سامي مدافع سيراميكا دفع الحكم في كتفه لا يسامي لا يطارق لا يطارق لمس الحكم ده ممنوع منعبات تلمس الحكم ده تتكهرب تتكهرب ما شفتش ابدا في حياتي ان لاعب يلمس حكم بالشكل ده يعني حتى في بعض الحكام تيجي ودا تحط ايده على كتف الحكم لا برضو ما ينفعش حتى لو الحكم بيت حكوه ما ينفعش الحكم ده اعتبره كأنه متكهرب يعني فرجاني اتوقف تمام ما تشهد عشان تشد السماعة ازاي تمدي ايدك عليك ازاي يا طارق ازاي يا طارق انا ما بسخنش عليك لجنة المتبقات والعقوبات لكن هذا لا يليق على الاطلاق وان احنا نستبيح هذا الامر نبقى احنا بنهرج نبقى احنا بنهرج احنا عاملين صيد الكاميرا وخربشة عشان نعلم الناس ونوعي الناس ونجيبها بالليل عشان اللي يشوف يتعلم سواء اللي عمل الفعل او الباقي يشوف الموقف شكله ايه